إذن مشاهدين الكرام مستمرين وياكم هالمرة وصلنا إلى فقرات وملات حول دراسة بريطانية تقول إن الرجل أكثر انجذابا نحو المرأة السمراء من البيضة وأكدت نتائج دراسة بريطانية أن الرجال يفضلون النساء السمروات على غيرهن من أقرانهن الشقراوات أو الصهبوات وقدمت الدراسة المذكورة مجموعة من الأسباب التي تبرر هذه النتيجة أكيد رح نتعرف عليها هذه الأسباب أشارت الدراسة إلى إن أولى تلك الأسباب هي الدبلوماسية التي تتمتع بها السمراء إذ يمكن لها أن تجد أفضل الحلول الممكنة للمواقف الدقيقة والصعبة وهذا ما يجعلها تحظى بإطراء وأعجاب الأشخاص الذين يعيشون في محيطها وخصوصا الرجال كما إن هذا يدفع الآخرين إلى إظهار ذقتهم بقدر إنها لا سيما إنها تتسم بالنعومة والدبلوماسية وهي صفات تمكنها من أن تصبح أفضل الشركات وأكثرهم وفاء حسب الدراسة وأيضا يا شهلة لفتت الدراسة البريطانية إلى سبب آخر في هذا الموضوع وهو الحكمة وقالت إذا كنت إمرأة سمراء فافرحي لأنك بحسب الخبراء الأكثر مرونة وحكمة وجدية في التعامل مع مختلف المواقف مقارنة مع المرأة الشقراء والحنطية والصهبة فأنت تتحلين بالقدرة على استخدام المنطق لحل المشكلات لذا يرى فيك الرجل رفيقة الدرب المناسبة وخصوصا أنك أيضا رومانسية وتولين كل العناية للأشخاص الذين تحبين يعني كلش حبيت هالدراسة هذه وأيضا ذكرة الدراسة خصة أخرى تتوفر أو متوفرة بالسمراء وهي الذكاء إذ يرى الرجل إن المرأة السمراء هي أكثر ذكاء من النساء ذوات البشرة البيضاء أو الملونة فهي تتمتع بشيء من الدهاء والحنكة في التعامل مع الأحداث خصوصا حين تواجه مشكلة ما كما إنها تمتلك القدرة على وضع الخطط الناجحة ما قد يجعل منها شريك حياة قادرة على إدارة شؤون المنزل بنجاح أضف إلى إنها عملية وشديدة الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة أمو بسهيج الضيف الدراسة إلى الأمرأة السمراء خصة الشخصية المميزة وأوردت من الشائع أن المرأة السمراء تتمتع بشخصية غامضة ومثيرة لنظر الرجل وفضوله فهي تعرف تماما وبطريقة عفوية ما يريده الآخر وما لا يحبه فتسعى إلى القيام بما يحظى إعجابه غالبا لذا فهي تجذب انتباهه بسهولة كما أنها تتمتع بأنوثة بالغة وتتسم بالرومانسية والثقة بالذات في الوقت نفسه ما يجعلها تكسب الكثير من الجاذبية وأخيرا بحسب الدراسة تتسم السمراء بالشكل المناسب حيث تظهر المرأة السمراء اهتماما واسعا بشكلها الخارجي أكثر مما تفعله الشقرة أو البيضة أو الصباح فهي تمارس التمارين الرياضية وتتبع أحدث صيحات الموضة والجمال وتعرف كيف تظهر نقاط القوة بإطلالتها علما أن ذلك لا يتطلب سوى قيامها بخطوات جدا بسيطة مثل التقليل من البلاش ولمسة من أحمر الشفاه وأخرى من الماسكارا مع الإشارة أن لون بشرتها يمنحها سحرا لا حدود إلى أكيد هذا الموضوع كلش حلو يا علي ودائما نقول الأغاني والشعر يكونون على الفتاة السمراء أو المرأة السمراء وتتسم طبعا المرأة العراقية بكونها صاحبة البشرة الحنطية أو السمراء نقول عليها فبالتالي لهم جمال ساحر يختلف عن بقية البشرات ونوعية البشرات صح ودائما المرأة السمراء تكون جاذبية أكثر بلمساتها البسيطة على عكس اللبنية الشقرة تكون جامدة يعني أو مظهرها يبرز أنه هي جامدة زين احنا تعرفنا على الدراسة وتفاصيلها الدقيقة على صعيد الشخصي علي أنت تجذبك المرأة الشقرة أم السمراء لا أنا الشقرة الشقرة تبتعد كل الجهد عن السمراء الشقرة تبتعد عن السمراء رغم أن تذكرت أنه تجذب المرأة السمراء ؤكيد بس يعني آني من النوع الذي أحب اللبنية الشقرة اختارت المرأة الشقرة؟ برادو اختيار موفق أكيد يا علي تحياتنا لكل النساء العراقيات وأيضا كل من على الكرة الأرضية بالتالي أكيد السمراء والشقراء وكل الألوان راح تكون الهميزة وبصمة خاصة بحياة الشريك فلذلك راح نروح المرة إلى استطلاع لزميلة بان ماذا تفضل السمراء أم الشقراء من النساء إلى هناك